هذا وتشهد مراكز التطعيم في مختلف محفظات المملكة قبالاً متواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بجرعاته الثلاث في إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الجمعة أكثر من مليون ومائتين وواحد وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنين وتسعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وأربعة وثلاثين ألف شخص